أكيد برضو من ضمن التفاصيل التي ذكرتها فكرة الأكل الصحي هل الأكل الصحي لوحده كفيل بأنه يمد الجسم بكل العناصر والمينرالز والبيتاميز اللي الجسم يحتاجها ولا يحتاج مكملات غذائية؟ الجسم بيحتاج للفيتامينات والمعادن يوميا الأكل الصحي أعتقد طبعا أنه مش كفاية لأنه ممكن يوم نأكل الأكل الصحي ويوم نفسنا تهفينها على الحاجات اللي احنا عارفينها طبعا فين الفيتامينات والمعادن في الحاجات اللي مش صحية فأعتقد أنه مهمة قوي أنه نمشي على مكملات غذائية تركيزها معقولة التركيز مش عالية خالص عشان أقدر أمشي عليه أدعم جسمي لو هتكلم في المناعة محتاجين فيتامين سي جدا محتاجين فيتامين سي يوميا وان جرام عشان أقوي الجهاز المناعي محتاجين الزنك الزنك مهم جدا للمناعة محتاجين نحاس مهم جدا معدن نحاس للمناعة محتاجين فيتامين بي 12 الكوبالامين عشان يعزز لقرات الدم الحمراء وأعتقد كل اللي هذك تفضلت به يعني برضو كله موجود في ألب مالتي فيت كله موجود في ألب مالتي فيت ألب مالتي فيت مكمل غذائي رائع جودته عالية جدا ومرخص من هيئة سلامة الغذاء والتركيز بتاعته لطيفة جدا التركيز ولا بالنقصان ولا أي حاجة في عالي طبعا دي ديني أمان يا كريم أنه موجود في كل السخداليات ولازم أقول للسادة المشاهدين اللي بتفرجوا دلوقتي أن دي العلبة بتاعت ألب مالتي فيت العلبة نركز فيها أو نعمل نصورها عشان وإحنا في السخدالية احنا ما عندناش بديل السعر رائع السعر كويس جدا كل العملاء مبسوطين جدا من السعر حتى ما بياخدوش والله ما بياخدوا علبة واحدة بياخدوا ستوك لما عرفوا أن السعر في متناول الجميع لأن الحقيقة قال في مالتي فيت أنا مش بقول أنه هو للسيدات فقط أنا مش بقول أنه هو للرجال فقط عايز أقولك أنه هو داعم جدا لصحة الرجل جدا الرجل محتاج داعم للمناعة بتاعته جدا داعم لنشاطه البدني الرجال بتشتغل هو إجهاز المناعي عند الرجل يختلف عن الست يعني هل ليه متطلبات مختلفة لتدعيمه لا ولا هو المبدأ سابت هو المبدأ سابت الليكوسايتس والخلايا المناعية والتي سيلز والحاجات دي كلها بتاعت المناعة سابتة مع الست والراجل فالراجل مهم قوي أنه يعرف دعم نشاطه البدني فيه رجال كتير بتشتغل بالعشر ساعات فيه سوئين بيمشوا بالنقل ساعات طويلة محتاجين طول وقت تركيز عشان لا قدر الله ما بيبقاش في حوادث بيدعم تركيزهم جدا بيدعم المناعة بيحسن الخصوبة بشكل ما لأن الزنك دعم للخصوبة والنحاس وفيتامين إي دعم للخصوبة حتة تدعيم كمان التركيز دي مهمة جدا حتى كمان للطلبة يعني فيه طلبة كتير طبعا في مراحل تعليمية مختلفة أغلبهم بيشتكوا من أن هم مش عايفين يركزوا مش عايفين يحصلوا يعني عملية التحصيل نفسها اللي هم بيذكرون عندهم مشاكل كتير فيه فأكيد برضو ده موضوع مفيد بالنسبة ده موضوع مفيد ودي أكيد حاجة طبعية بالنطلبة أن تعرف المواد أنا فاكرة أيام الكلية كانت بيبقى عندي عشرين مادة بيبقى وضغط عصبي رهيب والامتحانات ده فطبيعي أننا كنا وقتها لازم ننسى فلازم أي طالب أو طالبة بيتفرجوا علينا أن هم يستخدموا مكامل غذائي يحتوي على فيتامين بي 12 فيتامين بي 1 و 2 و 3 دعايمين جدا للتركيز يستخدموا مكامل غذائي يحتوي على فيتامين إي كضد أكسادة كمضاد للأكسادة عشان نمنع من أكسادة الخلايا وده بالتالي يزود للتركيز محتاجين فيتامين سي عشان يدعم للحديد الحديد لما منيجي ناكله للأسف المعدة ما تمتصش منه غير حاجة أوليل جدا 5% يمكن مش فاكرة بالضبط التركيز بس حاجة أوليلة أوليلة جدا لأن فرك وفرس وإحنا اللي مناكله فرس هو أن المعدة لازم تحوله الفرك فمعدلة بتبقى صعبة محتاجين نقوي المعدة عندنا المعدة بتحب الزنك ونحاس جدا فمحتاجين ندعم المعدة بتاعتنا فيتامين سي بيقدر يعزز أكتر امتصاص الحديد عشان احنا محتاجين طول الوقت حديد عشان الهم مجلوبين عشان وصول الأكسجين للخلايا المخ لأن وانس أننا بدأت حيث أننا مش مركزة ممكن بيبقى أحد أعراض نقص الأكسجين فلازم أدعم فيتامين بي 12 وندعم الحديد بفيتامين سي وقصص طويلة يعني عشان الهدفة